عمار في علاقة تونس مع روسيا والجدل اللي ساير عمار إذا كانت تونس قد مشيت في خيار التوجه نحو الشرق وربما التقليص من علاقاتها مع الحلفاء التقليديين يقول نبي العمار وزير الشؤون الخارجية في حوار ليه حتى في الحرب البردة كانت لنا علاقة طيبة مع الاتحاد السوفيتي نحن حتى في الفترة حرب البردة كانت لنا علاقات طيبة وقوية مع الاتحاد السوفيتي بذلك الوقت تونس لنا علاقات طيبة مع كل الشركاء نحن لا نبدل شريك بشريك لا من كل شريك نستفيد نحن لهمنا مصلحة تونس وليهمنا شراكة متميزة مع كل شركاء تونس فما فماش شراكة تعملها تونس على حساب شريك آخر هذا هي فكرة مهمة واحنا نحترم كل ما عملناه مع الشركاء الأخرين ونوصل فيه وندعمه ولكن روسيا من شركاء تونس وهذا تاريخيا إبراهيم مصلتي خليدي نذكر بعض المحطات ربما الهامة في العلاقات التونسية السوفيتية الروسية السيد نبي العمار هو ثالث وزير خارجي تونس يزور موسكو أول زيارة أدها لحبيب بن يحي سنة 2008 ثاني زيارة سنة 2008 عبدلهاب عبدالله ونذكروا أن روسيا كانت من أول البلدان اللي اعترفت باستقلال تونس سنة 1900 موسكو للاتحاد السوفيتي أنا ذاك سنة 1956 وأول سفير تونسي تعين في موسكو هو حمد المستيري سنة 1960 حمد المستيري اشتغل على تنظيم زيارة للرئيس الحبيب بورجيبة إلى موسكو ولكن الحبيب بورجيبة اشترت عن ذاك أن يستقبله رقم واحد تعرفوا الترويكا فهل أمين العام لحزب الشيوعة دي هو رقم واحد البرزيدون دي سوفيت سوبرام ورئيس الدولة رقم اثنين ورئيس الحكومة رقم ثلاثة ولكن هما قالوا ليستقبلك رئيس السوفيت بورجيبة ممشيش وحتى رئيس دولة تونسي ما أدى زيارة إلى تونس في السنة الفارضة نذكر في أفريل يبدولي وسفيرنا في موسكو السيد طارق سيارة متحدثا عن قرب زيارة للرئيس قيس سعيد إلى موسكو ما تمتش إلى حد الآن ما صارش أي لقاء بين رئيسي الدولتين ربما لقاء وحيد يتيم سنة 2002 على هامش اجتماع الجمعية العامة لأمم المتحدة كان بين بن علي وبين بوتين أنا ذاك فهمتني ولكن سنة 1975 رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين أدى زيارة إلى تونس إلى تونس وتونس اعترفت سنة 1991 بروسيا الاتحادية بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي هذا باختصار شديد بالتالي أن العلاقات ما هيش متميزة كما قاله السيد وزير الشؤون الخارجية العلاقات خاصة في زمن الحرب الباردة تونس نعفو أنها كانت أميل بكثير إلى الحلف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن هيك حتى نذكر هنا وفي وقت ما وقت اللي تعاملت يعني اللي جاء أولمبيك الألعاب الأولمبية في موسكو وقت آنذاك أنه بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية تونس كانت من بين البلدان اللي قاتعت المشاركة في الألعاب الأولمبية وماذا بينا لو كانت العلاقات تتطور مع موسكو نذكر وأنه هنا فيما يتعلق بالقمح لأنه السيد وزير الشؤون الخارجي استحب معه يعني الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب من خلال تصريح نبي العمار في علاقة بالحبوب لكن نرجع معك لوت في العماري ويقول نبي العمار عما إذا كان تونس تتعرض لضغوطات يقول يكفي أن تشاهد تصريحات رئيس الجمهورية حتى تفهم أن تونس لا تتعرض لضغوطات بعد إذنك هل تعرضت تونس لضغوط؟ أي ضغوط؟ ضغوط بالنسبة هل تعرضت تونس لضغوط من أجل القبول بشروط صندوق النقد الدولي؟ وأيضا بالنسبة لموضوع الهجرة بالنسبة الدول الأوروبية تريد الحد من الهجرة؟ لا ما فيش ضغوط احنا ما نقبلش الضغوط وما احناش في موقع باش ننساق وراء الضغوط احنا يكفي أن نشاهد تصريحات رئيس الدولة المتتالية ما فيه بلد تحت ضغط أين كان احنا فيه تفاوض فيه أخذ رد وفيه كلام بس مش ضغوط محاولات التدخل في شون الداخلية؟ لا احنا ما نخليش احنا ما نخليش كل طرف باش يحاول يخدم مصلحته أكيد ولكن احنا في الفترة هذه وفاها هذه احنا فيه لغة جديدة احنا مصالحنا الداخلية ما نقبل حتى حد باش يتدخل فيها كيف ما احنا توانسا وتونس وعمرها ما تدخلت تاريخيا في مصالح اي بلد اخر صحيح تونس ان لا تعيش ضغطا اليوم لد في العماري؟ هو شوف العكس تماما يعني كل خطابات سيد الرئيس وتدخلاته تؤكد ان تونس فعلا تعيشه ضغوطات كبيرة لانه لمفروض يتمتع بلاد تمتع بسيادتها هذا هو البديه وعندما تتكثف الخطابات التي تدافع عن السيادة يعني انه ثم مشكلة في السيادة انه ثم محاولات لاختراق السيادة هذا وتطويحها بطريقة او باخرى نحن نقوله في الدرجة متاعنا ما يغلبك كان يقولك هاتيني فلوسي خاصة بتاعك بطبيعة الحال هي فلوس والسيادة وتريقة الدفاع عليها طريقة في اعتقاد معناها تجاوزها الزمن لانه بقينا ديما في الخطاب الدفاعي تماما كما كنا وقتين تحدثوا على الثقافة الاجنبية الوافدة نتحدثوا على الغزو ثقافي ما يتحدث على الغزو الا اللي يحس روحه في موقع ضعف اليوم اللي يتحدث على السيادة ويدافع على السيادة بخطاب فيه كثير من التوتر والتشنج يعني يستبطن في هذا الخطاب انه السيادة متاع بلادك ضعيفة وضعيفة جدا حتى الحديث عن علاقتنا بالدول الاخرى فيها هكا النغمة المؤامراتية وكأنه العالم اليوم اللي كما توها كنا نحكيه على حرب في قلب اوروبا وعديد المشاكل الاخرى اللي قاعد يعيش فيها العالم المتقدم العالم هذي يلاقي وقت باش يهتم بالسيادة التونسية وباختراق السيادة التونسية يعني في اعتقادي معناها الدبلوماسية التونسية معناها في حال يرثى لها ليس من السهل ان تكون وزير خارجية للرئيس قاعد سعيد انا نقول اللي حتى حد ما يتمنى يكون في بلاسة وزير خارجية دعنا سينابيل عمار لانه الكلام اللي يقول فيه سيد نبيل عمار في داخله في داخله هو مش مقتنع به هو يدافع عن مواقف لرئيس الدولة اعتقد ان التكوين الدبلوماسي للسيد الوزير وزير الخارجية لا تنسجم معها بالضرورة وبالتالي هو يقول ما لا يؤمن به تونس اليوم تعيش ضغوطات كبيرة تونس تعيش في عزلة دولية اقليمية وحتى عربية افريقية مشكلتنا انه ما زلنا مصرين على هذه القطيعة على التقوقع على الانكفاء زلنا احنا نقوله الباب اللي تجيك من الريح سد وستريح هذا من اتعس الامثل الشعبية الباب اللي يجيك من الريح حلو ووجهها الريحة ديك لانه ما عاش تنجم تسكر بابك على روحك تسكر الباب يتخلعه ويدخلو لك من الرابع بقع اليوم نعيش في عصر السماوات المفتوحة اليوم نعيش في عصر معناها وصائل التواصل الاجتماعي وهي ارقم جادت به التكنولوجيا وبالتالي من الهوراء ومعناها التبذير اللغوي والكلامي انك اليوم تتحدث على السيادة اليوم اذا تتحدث على السيادة يجب أن تكون عندك سيادة اقتصادية وعندك سيادة مالية هل لدينا احنا الحد الأدنى من السيادة الاقتصادية والمالية لا يعتقد نحنا اليوم ولينا نحكيه على السيادة الغذائية نحكيه على وزير خارجي يمشي الروسيا وهي من الزيارات النادرة ويستحبوا معه رئيس المدير العامة لديوان الحبوب ثم نتحدث عن سيادة يعني خطاب الرئيس في واد ومسكين وهو وزير خارجية اللي حاول انه يجد تبريرات لتصريحات الرئيس وليس العكس وهنا ندخل في مسألة معناها طالما عناينا مدها في تونس حتى في وقت بن علي وقت اللي قلنا رأوا مفروض رئيس الدولة يسمع لمستشاريه وياخذنا عن مستشاريه وقت الوالي المستشار هو اللي يستشير الرئيس وقتها رأوا تكون ودخلنا في نفق مزدود اليوم انت عندك وزير خارجية خبير في الدبلوماسية الدولية مفروض هو اللي يسيغ خطاب دبلوماسي ويدافع عليه بل ويهاجب به لكنه في نفس الوقت بين قناعاته هو وبين ما يدلي به رئيس الدولة من تصريحات تعطينا هالنوعية هذه من الكلام اللي كان يحكي فيه السيد الوزير واللي عنا احساس انه هو من داخل من داخل مهوش مقتنع به لانه اكثر واحد يعرف اللي تونس تعيش فيه ضغوطات بل اكثر من هك التجائك الروسي في الظرف هذا دليل على انه نسدد امامك عديد الابواب الاخرى التقليدية وانه بلادنا تعيش فيه عزلة الشاي اللي خلانا نمشيه الروسيا كحل تقريبا كنا قامس في الايام نهدوا به إبراهيم شوف فما حدث هام غضو باش يصير اجتماع الدول الأوروبية المطلة على البحراء المتوسط في مالتا يسموها هذه اللي هي فرنسا وإيطاليا البرتغال إسبانيا سلوفينيا مالتا و يونان الدولة الأخرى نسيتيتون ذكرها فمتني يونان لا اليونان مش معاه علي بار كونت جوسي بابوركوات يونان مش معاه فمتني اما هذه القائمة اللي موجودة غضو الحي بشي اجتمعوا في مالتا للنظر في قضية الهجرة ولت البارح الرئيس ماكرون كان في روما ولتقى السيدة ميلوني وهي فرحت فرحا شديدا به والبيانة الازدرعة لليزاي ماشي في نفس الاتجاه متاع المقترح متاع ميلوني فما لورو نيوس أنا قريت مقال انزعجتوا منه كثير ناس شكال اش تقول ميلوني ميلونيش تقترح تقترحها حصار بحري بلوك نيوس حصار بحري بلوكيوس ماريتين ما عادش حتى باخرة تخرج ولا تدخل للمنطقة هذية والحديث هنا على تونس ولكن هذه ميلوني اللي صح هذا معانا اقترحت في خطاب مسجل ارجع لورو نيوس ستبقى وموجود في خطاب مسجل اقترحت ميلوني حصار باش تمنع دخول او خروج البواخر المحملة بالمهاجرين والهنا هي تقصد في تونس فمالوفيس دوايان متاع جامعة من اكبر جامعات كوينس يونيفرسيتي موجودة في الكندا واللي هو استاذ متاع قانون دولي اش يقول يقول هذي تصريح خطير وجاء في الوقت الخطأ هو يقول لك مشان لان قريت مليح المقال اللي هبط في اورو نيوس علاش يبين يقول الحصار منجم يكون كان بين زوز دول متعادية متحاربة كما صاير طوروسي عامل حصار على اوكرانيا كما صاير نفس الشي اللي عملته ومعنتها ولا لا اسرائيل حصار عملته على الفلسطينيين كما حتى تحدث عن الحصار اللي عملته العربية السعودية في اليمن ولكن الحصار ما نجم يتم إلا في زوز حالات إلا بموافقة الدولة المعنية يعني اللي هنا يقصد تونس ويذكروا أن تاليو تونس تجمعهم علاقات متطورة وآخرها أمضاء الميموراندوم اللي صار في ستجويد أو بقرار من مجلس الأمن الدولي وحتى لهنا القرار مجلس الأمن الدولي يستبعده يقول لأن تونس هي بلد عضو في الأمم المتحدة وليس بلد اللي هو في حالة حرب أو في حالة معرتها ولا لا الظروف تسمح كونه بشنان والحصار بالتالي يصل حتى بشي طالب أنه سحب هذا المقترح اللي عملته ميروني غدو الحي ميروني ستسعى فرحانا هي طوب بالدفاع كرواتي البلد الآخر أنت فكرت في ساعة واحد المخم يبدأ يخمم كرواتي البلد الآخر المسلحة وسلوفينيا غدو الحي ربما ينرجع له بأكثر بطاعة نشوفه تبع الموضوع تفرض بعض الشروط خاصة فيما يتعلق بالحد من الهجرة القادمة من السفاقس وبالتالي من تونس والطياني هاو التصريح كنا نسمع فيه في راديو مات يقول الكروة مش في السنوات القادمة ايطاليا ستستقبل 440 ألف مهاجر اللي حكيت عليهم ربما من حكيت عليهم لا لأنه رسميا ايطاليا تحتاج إلى 500 ألف مهاجر وقلنا هنا وتوجهنا للسلطات التونسية أنه مفروض في المذكرة هذه تعالي تفاهم أراه البندلو الفاهم الـ 500 ألف ذو ما مفروض تخصص 100 ألف للتونسي لكن يبدو أن الاحديث على 4 ألف تونسي واللي هي حكاية معناها ما تستحقش حتى باش تتحكاش نقوله آخر اللي هنا في النقطة هذه اللي كان يحكي فيها سيبراعي وهي في منتهى الخطورة نقوله أنه تونس استعملت ورقة الهجرة السرية ولعبت خاصة على الخلاف الأوروبي الأوروبي وأصبحت تناور لأنها نجحت في فترة ما في ترحيل الأزمة إلى داخل الاتحاد الأوروبي وشوفنا تصدع العلاقة بالإيطاليين والفرنسيين والألمان اليوم المسجد الجديد هو عودة العلاقات وتوافق الأراء بين الفرنسيين وبين الإيطاليين وكأنه شهر العسل اللي جمع السيدة ميلونية بالرئيس قيس سعيد قد انتهى وبطبيعة الحال يقول لك إبراهيم كسكسلو يرجع لاصلو السيدة ميلوني تبحث على مصلحة إيطاليا وما هيش تبحث على معناها أمور أخرى هذاك عليش وقتلي قات قوة بحجم فرنسا مدت لها يدها بطبيعة الحال انفرجت أساريرها وهرولت نحو ماكرون وهذا اللي ينتبق عليها كالمثال اللي يقول لك اللي داخل بين الحم والفر والبقية تعرفوها ينزم نفهمه العلاقات الدولية تعتمد أولا وبالذات على المصالح وليست على الصدقات نجم نكون صديقك لكن حالة ما نستشعر اخترها على مصلحة البلاد تصبح أنت ألد الأعداء قامس في اللايام السيدة ميلوني ماشي يجاي على تونس فهمتني وسمعناها أكثر اللي سمعنا نجلة بودن فكل وقت هذاك اليوم من اللي تحك لها ماكرون القات بتهدد فينا بحصار بحري يعني وكأنه تونس أعلنت الحرب وواجهتها إيطاليا ومن خلف أوروبا بحصار بحري صراحة كنا نود هذا أنا ناس موراي الخارجية بتاعنا على هكذا معناها تطور في المسألة هذه أحنا مزلنا معناها نبحث على نطبقوا في المبدأ الحيلة في ترك الحيلة يعني عنا أزمة مع أوروبا نمشي الروسيا مش نمش الأوروبا شريكنا التقليدي والشريك الذي فرضته عليك الجغرافيا تجمع تبدل الجغرافيا الجغرافيا اللي حطتك على بعد مئات معناها كيلومترات على أوروبا وبالتالي عندك الماضي الثقيل معاها من الاستعمار وغير الاستعمار ما يجمعك بأوروبا أكثر بكثير ما يجمعك بروسيا ثانيا كنشوفوا تاريخ الروس مع العرب من هلقاش ومشرف يسر شفنا روسيا هنا جو مفوف لحكاية دي كيفاش ما أقتلش هداء العرب ما يلقاوش روسيا شفنا شصار للعرب في 67 شفنا شصار للعراق اللي في بالنا وقتها بشتستقوى بروسيا وشفنا ما هو أخطر كيفاش روسيا طفت الضو على العدوان اللي صار على ليبيا وقدى إلى ما أدى إليه واللي توقع نشوف أثاره على المتوسط بما فيها الانفلات اللي صار على المستوى الهجرة السريك شنية عليك رفض خنقدم تعرف كيفاش وصف تصريح تعملوني سمه النك دو جير هك توتلقوها في دون هي كانت صريحة جمعتين تالي قتلك أوكلت الملف هذي لوزارة الدفاع الإيطالية وتحدثنا لهنا وقلنا رعوا ماشين إلى تصعيد خطير جدا ماذا تنسق معه على قل دول الجوار هك شوف التهديد الألماني الفرنسي آه الإيطالي الفرنسي ما قتحسوا كان موجه لتونس ما سمعناه شو موجه للجزائر ما سمعناه شو موجه للمغرب ولا حتى الليبيا ومصر كأن احنا وحدنا في المتوسط صحيح عنا موجات تخرج من هنا لكن صدقني سيبراهيم ان تخرج المغرب باتجاه أوروبا سباني أكثر بكثير أكثر بكثير وما من مصر ما هي علاقة ترفض زيارة الوفد الأوروبي بالديمقراطية وزير الشؤون الخارجية يجيب هذا ما عنده حتى علاقة بالديمقراطية ولا بالضغط هذا يعني تصرفات غريبة امتع بعض النواب محدودين يقرر بدون أي مشاورة مع البلد أنه هما رايحين للتونس يوم 14 و16 فقلنا لهم هذا ما عشكونا حكيتو بش تعرفوا احنا مستهدين نقبلوكم مش مستهدين هات نتفق على التاريخ وموضوع الزيارة ما تكونج زيارة تقييمية ومحنا ما احناش متفاهمين على الأعضاء لأنه الأعضاء هذو كل واحد منهم مشكوك فيه عندنا احترازات احترازات عليهم بعدين مش انت وافد مهما تكون من برلمان الأوروبي تقرر اليوم والساعة ومين بش تشوف وما حبوش يشوف وزير خارجية ما طلبوش وقتليه هما أعضاء اللجنة الشؤون خارجية لأنه ربما كنت سافير في براسر ويعرفون يعرفش شنخمة ومحكيت معاهم ما حاشتهمش ولكن نعرفهم زادة ونعرفهم ونعرف الأغراض متاحهم والأغراض متاحهم مهاش بناءة فأحنا دولة حرة مستقلة وهذه الكلام قلناه قبل ما تاقع رفضنا لقبولهم قلناه لهم الكلام هما مهتمين بش يعملوا الباز بش يعملوا مشكلة بش الناس يكونوا تحكي عليها أنه تونس رفضت الأعضاء هذوما رفضنا الدخول متاع هايك الأعضاء احنا مرفضناش نحكي مع البرلمان نعرفهم ونعرف ربما الخلفيات متاع الزيارة متاحهم وإحنا رفضنا هالزيارة هذي لأنه عنا احترازات على بعض الأعضاء يقول لنا بالعمار براهيم لا وخاصة هما ما نسكوش مع وزارة الخارجية التونسية عن طريق صفار تونس في باريس لأنه البرلمان الأوروبي موجود في استرازبور وبالتالي يعتبر أنفسهم وأنهم جايين وكانوا جايين إلى بلد مستعمر هذا تجاوز للأعراف الدبلوماسية وكنا قلناها من قبل من حق أي دولة مهما كانت الدولة أنه تقبل أو لا تقبل بزيارة وفود هكذا وفود دون تنسيق مسبق معها كان عليهم أن ينسقوا مع وزارة الخارجية وكان عليهم مع أنه وقد يطلبوا هما بشيقاب الممثلين عن الأحزاب السياسية وعن المجتمع المدني أن يطلبوا أيضا لقاءات مع ممثلي السلطة القائمة عن طريق وزارة الخارجية هكذا تتم مثل هذه الزيارات إذا كان هما تجاوزوا الأعراف هذه من حق تونس أن ترفض قبولهم لطفي فعلا ما نيش مختلف برشا مع إبراهيم فما بعض نواب البرلمان الأوروبي ما زالوا يتصرفوا بعقلية المقيم العام ما زالوا يتصرفوا وبروا معناها أنه البلاد هذه معناها إيالة ولا مستعمرة ويتقمسون دور المراقب ويدخلوا وقت اللي يحبوا ويخرجوا وقت اللي يحبوا ويجوك بعقلية أنه جايك باش نتفقدك في النهاية ونقول لك ليه ما تجينيش ما تجينيش شكونك أنت أنت نايب منتخب من منتخبينك الورباويين شو عليك تكبير أنا هنا في تونس غياء المبدأ لكن أنا كنت وكان جاي بيدي القرار وقال لك يجي أمر رحبا بي شو لعندك تخب تحب حتى تزور السجناء برا زور ما عندي ش مشكلة تحب تحكي مع المعارضة برا حكي هم كل يوم موجودين في السفرات وكل يوم قاعدين يكلموا في أعلميين يكلموا في السيسيين ويقابلوا فيهم ويأخذوا في أراءهم في البلاد ما عندي من خب دونك خلقنا مشكل من لا شيء يعني وحنا كما قلنا الظرف والريح ما هيش ماشية معنا في الوقت هدايا خاصة على المستوى كما قلنا الاقتصادي والمالي وهو شوفنا تولي نحكيه حتى على المستوى الامني وها هي أوروبا بعد خلافات كبيرة ترجع وتقريبا تتفق حول معناها الموقف الإيطالي ومشيين في التصعيد هنا أنا ديما نتحدث على فشل دبلوماسي تونسي كبير برش لأنه تونس اليوم وللأسف وهذا المزعج أنها دخلت إلى مرحلة الصفر صديق وهذا مفروض إذا نحكيه على الدولة نحكيه على دبلوماسية ودبلوماسية عارق نحكيه على رسيد انتع سمباتية عن تونس نجمع البلاد الصغير اللي نجمعناها يعمل لسنوات وعقود على المادة الشخمة وصرف على التعليم وصرف على الصحة بعمر وما فكر مثلا في التصنيع ولا في التسليح ولا في غيره كما عملت عديد الدول العربية والإفريقية وكان العالم يقدمنا كنموذج لدولة نامية وصعدة رغم بعض الإخلالات اللي كانت ديما تصير على مستوى الحريات وحقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية ككل لكن اليوم صراحة يعني وكأننا عدنا إلى النقطة السفر خطير جدا لأي بلاد في الوقت هذا أنها توصل لمرحلة كما قلنا السفر صديق الخطأ هذا ارتكبه أردوغان في فترة عجرفة معناها وصلافة دبلوماسية ثم هذك تعرف ارتكبها وقت أردوغان وقدر يتخلص من وزير خارجيته الشهير داود أغلو اللي كان هو تقريبا يمشبك العلاقات مع اتحاد الأوروبي ومع كبرى دول الآسيا والخليج وقت اللي يستغنى عليه تخل هو واللي مارس في الديبلوماسية فأعطات تركيا السفر صديق وولت عدو تألة جميع اليوم يرجع أردوغان يتدارك أمره يفتح من جديد العلاقات الديبلوماسية مع كبار الخليج مع كبار العرب وحتى مع أوروبا واستغل فرصة الحرب الأوكرانية الروسية بشيات رح روحوا كرجل الوفقات والمصالحات واللي تقريبا اللعب اللي عبره تمر كل الصفقات الكبرى احنا اليوم في تونس رأوا نعرفوا اللي اثنية هذي ما عندها ومش تهزنا الا الى مزيد من الصدام ومدام لا قدرة لانا على الصدام فانا انا بش نمشو في عزلة كبيرة ملامح البلاد حاليا انا بصراحة وللأسف ترجعني الى البانيا انور خوجة اللي تقريبا موجودة في قلب اوروبا على حدود الايطالية ومع ذلك نسيها العالم لعقود وعندما سقط انور خوجة وصعد بدأ له رامز عالية اكتشف العالم هول ما يحصل في هذا البلد الموجود في قلب اوروبا رغمانيش نحكو على بلد في اطراف ايسيا وانا في ادغال افريقيا وبالتالي من الغرور التصور انه فقط لانه موقعنا الجغرافي حطنا في صرة العالم هذا بشي خلينا محور العالم صراحة شوية تواضح انه ارقامك امكانياتك اقتصادك يخليك تحط سقيك على قاعة اليوم يكون الهدف الاول ارجاع موازين الدولة الى على اقل معادلاتها العادية وانبعد اللي عنده شهوة ويقر وزير شؤون الخارج يا نبي العمار باننا نمر بوضع صعب في الحبوب صار اتصال ولكن احنا في الاكيد مسؤولة الولى في الديوان الحبوب في تونس رفقتني في هذا الوفد صحيح كان لها محادثات وان شاء الله تكون بناء فهمنا الوضع الوضع المتاع نحن نمر بوضع صعب محقص الحبوب وفيه شمطار وفيه انتاج ضعيف جدا مقابلة السنة اللي فات وفترة اللي فات فلازم تحدثنا معهم واشرحنا الأوضاع وان شاء الله يكون فيهم تفاهم وان شاء الله نخرج بانتيجة إيجابية ولكن احنا تحدثنا معها مش في قطاع واحد تحدثنا على جميع الأصعاد وهذا كان مهم اعتراف بأننا نعيش في أزمة وواضح عليش البيديجين تعل الفيس دي سغيال ورافقة السيد وزير الشؤون الخارجية إلى روسيا موشفنا هلقرار متاع موسكو كونه مش يعمل أمبرغو على تصدير القمح عبر البحر الأسود خاصة هو متجه الأوكراني البلوكيوس اللي كنا نحكي عنيه ونعرف احنا أن روسيا هي من أكبر البلدان المنتجة للقمح أول بلد هي الصين حسب الأرقام متاع سنة 2021 تنتج 136 مليون تن الهند 109 ولكن يا ربي يززيوا السكان بتاعهم جي بعد الروسيا 76 مليون طن والروسيا نعرف فيها تقريبا 150 و160 ساكن بالتالي هي من أكبر المصدرين للحبوب ثم الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة فرنسا اللي هي قريبة لين فرنسا تنتج 36 مليون طن نحكي بالطن رابط فهم هنا هنا أنه أكيد وشفنا أنه القرار متاع بوتين أنه فما ستة بلدان أفريقية باش يتم تزويدهم بالقمح مجانا وفما عدد من البلدان الأخرى تزويدهم بالقمح كم يقولوها أحنا في المجال أحنا في المجال في المجال الثاني هذه ربما في هذا الإطار تتنزل زيارة سيد وزير الخارجية برفقة الرئيس المدير العام بتاع ديوان الحبوب وشفنا أيضا بعض التصريحات تقول وأن في محاولة كونه باش نقتني والقمح الروسي بأسعار يعني ما نقول شرمزية ولكن على الأسعار منخفضة على الأسعار المعمول بها في العالم بالتالي لهنا احنا نطالب كونه بتنويع الشراكات متاعنا مع عديد البلدان مع الصين مع الروسيا ونطالب أيضا كونه بتنويع حتى التبادلات مع هذه البلدان ونعرف احنا نجم ونصدروا حاجات ونعرف قاعدين نستوردوا في حاجات هذين طالبوا به ولكن هذا لا يعني كونه قالها السيد وزير الخارجية كونه باش نقلب وظهر متاعنا إلى البلدان الشراكات التقليدية في مقدمتها الاتحاد الأوروبي نتمناه كونه المشيدية ينجح في المساعة متاعه خاصة وأنه تم الاتفاق بالزيارة هذية بينه بين نظيرو الروسي معنا لفروف واختليلتقاه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا في نيويورك قرار وزير الشؤون الخارجية بأننا نمر بوضع صعب في الحبوب ضحف لسردية الاحتكار في مجال الحبوب فعلا وهذاك عليش حتى المصطلح هذا معادش يحضر برشا في كلام الرئيس بدأ يختفي شيء امتشاء إذا انت هاز معاك المسؤولة لولا على القمع في تونس باش نجيبه قمع من روسيا اقرار من السلطات بعد عناد ومكابرة لأن المثلة ما هيش مسئلة احتكار وإنما عجز الدولة على تأمين معناها حاجيات الأساسية اللي يستحقوها التوازن أسألت الشراكات فيها شوية غرور اليوم ما نشفي طور الحديث عن شراكات متوازنة اليوم أنه قامس نمشي لامريكيا وبعد نمشي لفرنسا وبعد نمشي سعودية وبعد روسيا كيف الطالب يبدل الجامعة اللي قاعد يطلب اليوم يطلب قدام جامعة الفتاة وقدو يمشي قدام جامعة الرحمة ومبعد تلقاه قدام جامعة سيدي علي عليش يطلب لطفي موش بليش عايش أختي العزيزة كان انتي بالحق شاري لا تمشي انت ولا تهز معك بي دي جين تارح قبل كنا نمشي ونبعث الوزير الخارجي بيجي بالقمح ومعها بي دي جين تارح وبوك دونك روسيا خرجت القائمة في ستة الدول لنعطيهم ليش نعطيهم القمح بليش الامارات العربية المتحدة خلصت مصر خمسة سنوات حاجيات مصر من الحبوب 120 مليون ساكن هذا ما تسمى الدبلوماسية الاقتصادية وقت اللي على الأقل نستحق هاوك بي علاقات بتاليفون بسفرة بالطيارة النجم نعمل مرشي كيف هناك السيسي وإيطاليا وصلوا الاتفاق انو الميات مليار انورو لتحبهم إيطاليا من مصر تتحول الى استثمار إيطالي في مصر واحنا الهنا تسمع الاحديث على استرجاع الأموال المنهوبة والقروض الكريهة وتسمع جعجعة ولا ترى هاك القضايا وبالتالي الصحيح يبقى ولي مش صحيح يهزو الريح هل أنو اليوم فما مساعي تونس عشبك اقولت لك لو كتبقى صفر صديق وانتي تعيش في ذيق بتبقى الحال تحول الى متسول لانا لتو ما نيش هاضم كيفياش وزير خارجياتنا يعني يطلع لروسيا قابل وزير خارجية وهز معاه ديوان الحبوب قامس في الليام يا أولادي شبكوا من سيتو عمناول سيبراهي كامشي جينا لأفراوها هنا في تونس اي 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 تذكر الزيارة حربقيخة وزارة خارجية قطولي خنسيتو كان في الجزائر قالوا راو يتعذر علينا استقبالك في تونس واليوم اليوم ماشين تقول لي ما ناش في طور للتسوت ماذا بيا ليا خي نقول فيها قلبي يوجع فيها قلبي دم على بلادي أما هوني لا خاطر مرحلة لولا انتعى الأصلاح يلزم الاعتراف اللي انت تعيش فيه مشكلة كبيرة وكبيرة ياسر دون كيفاش نصلى لأنه كان ما هزيش معاه أنا كنت نتمنى يزمع وزير سياح البارح حكيت قلت 2015 كانت عانا ستمائة الفروس ايه أما خير أنا يرجعلي ستمائة الفروس اللي بيش يجيبوا لي دوفيس اللي النجم غدوة نشري به ونشري به اللي نقصني كل وإلا نزل يوم يعطيوني بيها سيدي زوز بطوات ومبعد شنوري ايه ايه ما عمله في المواد لغ ونرجعوش الوقت تشاز محمود اباشر جاتنا مجاعة بربع سنين نادى سيد إبراهيم الريح رجل دين وعنده صمعة كديرة افتقلوا ليه بعثوا السلطان المغرب بصداقة روح معاه زوز سفن عاملي بعثوا للسلطان التركي رجل مثل سيد إبراهيم الريح صمعة كبيرة معناها كرجل الدين وكفقي بشي يجب أنه زوز بطوات جامح السبعينادي ذهولي الشقاء في سوريا بحثوا لنا مساعدة كيف نهك لكن المساعدات فرق بين الإعانات والاعتمادات يلزم البحث على حلول جذرية وبالتالي أنك اليوم مثلا نرجو في علاقتنا كيف مسكر عينينا الباب المساعدة الأمريكان وحتى الدولة أخرى تتعاون معك تخاف دول الخليج دول عربية دول أوروبية وقتلك فرانسيسكا إيتاليا كراكسي رام الأمريكان شدين فيك صحيح قولنا راو لفمي وما نعملين على الفلوس التي تعطيها لنا مع الآفاق التي تحل اليوم أنت عندك القدرة لتعارك أمريكان وأوروبويين وخليجيين ومغرب والتحاد أفريقي وهك عاركتهم لكل سيدي هك جيت في الوسطق عادت وسكرت الشباب البلاد وقريبا يطلع فيها العنكبوت في التراكن متاحها وإحنا معنا هندوروا من بلاد بلاد يا كريم طعال للتذكير للتذكير أن هنا 8 ساعة كونه يستحب وزيرة التجارة وموش وقت اللي تمشي يعني الرئيسة المديرة العام متاع ديون الحبوب واضح أنها ماشي حاجتها بالقامح وزيرة التجارة هي عرفت ديون الحبوب الثنين نحب نذكر وانت ذكرت لفمي أن السبع الكبار اللي عندهم أحيانا حق الرفض هما الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا المملكة المتحدة اليابان ألمانيا ومعهم العربية السعودية اللي هذن لأنهم هما الكوتيزاسيون تاهم أكبر الكوتيزاسيون في الرفض أنه وذكرت فرنسا اللي هي من أكبر منتجين خامس دولة تنجح الحبوب في العالم وتصدر في الحبوب فرنسا خطوة لهنين عليها عنا علاقاتنا ونعرف ونعرف وإحنا الرئيس ماكرون كان من فرنسا علش العلاقات متاعنا حتى مع فرنسا الشركات التقليديين ما نحكيش على الجزائري لنشوف العلاقات بتاعها كيفاش أنا نتفرش في الفيديو فما لجنة عليا مشتركة يبدو أنه نقول باحتراس فما رئيس الحكومة سيتنقل للجزائر إن شاء الله نتمنيه أنا كلام من الكواليس لا نعرف الشخص ولا للمشارح من أخبار بأنه رئيس الحكومة سيتحول في قدم الأيام مع وفد وزاري إلى العاصمة الجزائر للمشاركة في اللجنة العلية المشتركة تونسي إن شاء الله هذا ما نتمنيه ربما جاء هذا على أثر اللقاء ربما جاء هذا على أثر اللقاء صديق في الجزائر كيفاش بيستقبله سيد رئيس الحكومة لأنه شوفنا كيف يستقبله بورد كبير وزير وخشون الخارجية عليش 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 في أشأة من اللي كان العلاقة بين تابون وقايس سعيد في أفضل حالات وشوفناهم أول مرة تحل قصر كرتاج ومسرح قصر كرتاج وتتنظم زيارة دولة كاملة دار رهز تابون هون تعملت على شراف على المجيد تابون كان يطلع يتكلم يقول قايس صديق أخي أخي شنولي خلاها اليوم تدخل في البرودة بش موقول شبه قطعة شنولي خليه اليوم ما يستقبلش سفير الجديد الفرنسي سيد الرئيس شنولي خلي أنه ما نلتوا معندك السفير في تالي شنولي خلي معندك السفير في الصين يا ولادي بيكين اللي انتي اليوم تهدد تحب تمشي لها وترد روحك حليف لها دو كذا عليش قلت راهو أنا عليش قلت لك راهو وضع وزير الخارجية لا يحسد عليه هل يعقل أنه وزير الخارجية هو هذي مسؤوليته هاي ما يحكوهم شلخات الرئيس دول يحب يعمل كل شي وحده وقت يتحب على كل شي رك تخلي كل شي وعلى ذكرى الانضمام للبريكس يقول نبي العمار لم نقدم طلبا رسميا للانضمام للبريكس القمة هذه متاع سان بيترس بول كانت قمة مهمة ويعني الجانب الروسي عن طريق رئيس بوتين كان في انبوت كبير يعني سماع كل القادة وحكاية معاهم وكان اجتماع مثمر جدا القادة الأفريق والبلدان الأفريقية الكل استطاعت يعني ترسل رسالة بتاعها بطريقة واضحة وكان الحوار كان واضح وهذا ما ينجم يكون كان بناء قرارات لاخذهم الجانب الروسي في آخر القمة هذه كانت إيجابية وطريقة المفاوضات والمستوى المخرجات كان مرضي جدا ونحن تونس بطبيعة الحال مع الوزير أيضا تونس قدمت طلب للانضمام إلى مجموعة بريكس لا لم تقدم هل تفكر تونس في الانضمام للمجموعة كل شيء ممكن كل شيء ممكن وصحنا ما قدمناش ما فيش طلب رسمي من تونس الانضمام للبريكس ولكن كنت حاضر في يوهانسبورغ وقلقنا كلمة وحنا رحب كل مأشوف علمنا أصبح المشاكل والتحديات أكبر من كل بلد على حده حضرتهم قمة بريكس في جوهانسبورغ حضرت وقلنا كلمة وهل لديكم توجه للتعامل مع هذه المجموعة بشكل جماعي أو ربما تعزيز العلاقات أحنا عنا علاقات ثنائية ممتازة مع كل واحد منهم دول بريكس هم كلوا خمسة لأن أصبحوا 12 بعد المجموعة الجديدة وجهت لهم التعامل لأحنا عنا عنا طيبة معهم الكل وعنا علاقات ثنائية ممتازة ونطورها فما في أي مشكلة إبراهيم بإيجاي زي لا هو هذا قلنا احنا في السابق والتصريحات بتاع الناس اللي يحس بفرواهم على السيد الرئيس الجمهورية اللي قال وراءه مش نتحصلوا على خمسة مليار دولار من عند البريكس وراءنا مش ندخلوا البريكس البريكس احنا حكينا فهما شروط معينة إذا كان جزائر ما توفرش فهما شروط باش تدخل تنظم للمجموعة هذه فما بارك بتونس وأهم شروط هي قداش انت ينزم على الأقل مئتين مليار دولار احنا في ستة وربعين مليار دولار ايه ثم انو فما دول العربية السعودية ما قدمتش مطلق طلبوا منها باش تلتحق لونك فما بلدين اللي باش تلتحق بداية من جانفي القادم اللي هي السعودية اثيوبيا ايران هذون بداية وبلدين اخرى منها مصر ستلتحق فيما بعد بالتالي احنا فننتظر هاكا هو كان واضح حسين الوزيرة الخارجية لانو نعرف الشروط الدنيا مع النية احنا ثم احنا ثلاثين مليون اثيوبيا رأي تقريب تسعين مليون مصر مية وعشرة السعودية برشة فلوس السعودية خمسمائة مليار دولار الفيه بيه متاعها بالتالي وقت اللي ندقو لحاجتا بالفلوس الصين عندها الدوبة متاع الاربع بلدين الاخر الكل انا ما افهمش عليش على مستوى الشكل رئيس الحكومة متاعنا ما اتكلمت ما اتكلم نوارتي تتكلم في تونس عطينا خطاب بالفرنساوي مش سيد نبي العمار يتكلم الى قناة روسية عليش ما يتكلم بالعرابية عليش بالدارش اتكلم اتكلم بالعربية اتكلم بالانجليزية اتكلم بالفرنساوي اما الدارشة تونسية اليه قناة ليل تونس عالبريكس كانت عنا قهيوة صغيرة نقعدوا فيها سيبراهيم وفيها الولايد الصانع قهواجي يحضرك الشيش ويجيب قهوة وكذا الولايد تحفون هكا من الجنوب لا تفهموا ذكي لا تفهموا بهلول ما ضروق ضربة في هايفا وهبي حياته الدنيته عقله هايفا وهبي يتصورها فاكل وين ما يحكي كان عليه هي عادة نقولوله وعليش ما تتقدمش تختبار قال رايم عرس ليه مش هذا بارك قال اما وكاين هارتطلق ناخذها باش نسترها ناخذها ناخذها باش يسترها ويعمل علامي زي باش يسترها باش يسترها هاي نحنا علاقتنا بالبريكس هكا هانا ندلو ونخزروا ونشوفوا كان عجبتنا تاو ننضموا كان عجبتناش يبطى شوية وتناجم البريكس تستنى وباش تكون متضرر ضرر كبير من عدم التحاق تونس بها كان يعطي فيك توفي بعض الشروط وفم شروط اخرى بتبعت الحال انت تشوفوا بلاتكي اوثيوبي اوثيوبي هاي دخلت يا سيدي في البريكس لانو اليوم الاستثمار الاكبر للصين موجود في اوثيوبيا وادخال اوثيوبيا وادخال مصر لعدم الوقوف مع الطرف ضد الاخر في مسألة وازمة سدة النهضة عدم قبول جزائر في جزء كبير منه لعدم اغضاب المغرب اما يدخلوا للزوز ولا يقعدوا للزوز وبالتالي هذه التوازنات يتم اخذها بعين الاعتبار احنا وكان دخلت الجزائر كانت ربما تستوستلنا فهمتني وبعدها مرة طويل لانو لا نعنى قوة ديمغرافية لا عنى قوة مالية لا لا ما نستجابه لحتى شرط وبالتالي هذه زدة مجموعة عندها شروطها وعندها كبارها ونسبة نموها وقوة ديمغرافية نختم ببيان للحزب الدستورية الحر وينأكد بها ان ننطلق في اجراءات الطعن من المحكمة الادارية في الاويمر الصادر مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية والمتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلي انهار 24 ديسمبر القادم في كافة قرارات الهيئة العلية المستقلة للانتخابات وأعلن دستور الحر عن تنظيم مسيرة احتجاجية الـ 15 اكتوبر القادم كما جدد في بيان أصدرو بعد اجتماع الاجتماع المركزية عدم اعترافه بانتخاب أعضاء المجلس المحلية واعتبر المؤسسات اللي بيشتنتجها باطلة لافتقادها لكل مقاومة الشرعية والمشروعية كما قال دستور الحر انه يعتزم تقديم شكاوي ضد السلطة مام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مختلف المؤسسات الدولية من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية اللي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي حق المواطن في المشاركة في دارت شؤون بلاد عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا كما أكد وأعلن الحزب سوري الحر من جهة أغرى عن تمسك لجنة المركزية بترشيح رئيسه عبير موسي الانتخابات الرئاسية المقبلة وحذر مما وصفها بأي محاولة للتلاعب بالتشريعات أو التعصف في استعبال السلطة وفصح البجال للمس من سلمتها الجسدية أبراهيم هو الحزب الدستوري الحر كادي يكون الحزب الوحيد اللي ما قل الحزب الوحيد اللي قاعد يتحرك في الفضاء العام اللي قاعدين نشوفو فيه من خلال سواء مسيرات أو من خلال بيانات أو التصريحات ويعتمد الآليات القانونية يقدم في قضايا لأن هذه القضايا حتى وإن لم تلقى يعني المجال تول التحرك القضائي روغدو الحي تنجم تلقى مع تولالات تفتح أبواب المحاكم أمام هذه العرائض التي تقدم من أجل الطعن خاصة في مجمل الإجراءات والقرارات اللي يعتبرها هو مسقطة وغير الشرعية ولا غير قانونية اللوت في حتى نختمه نعم ولاحلب ربي فها شوية مفارقة وقت بن علي كان اللوم الموجه لبن علي أنه جعل من تونس بلد الحزب الوحد اللي هو التجمع الدستور الديمقراطي لكن اليوم هنعنا 13 سنة نعيش وفي الحرية هنا نرجعنا بلد الحزب الوحد اليوم الهزب الوحيد اللي قعد موجود يتحرك ينشط يخرج بلاغات واضحة وصريحة ضد السلطة القائمة أكاديميات تتكون فيه سياسي الغد هو الهزب الحر الدستوري يعني وقت القامعة كان عنا تجمع هزب الوحد يا سيدي ها وقت الحرية عندك هزب الوحد رغم أنه أحزاب المفروض متسمية على النضاء وعلى الثورية واللي عندها زعماء وقيادات في السجن مشوفنا هاش تتحرك مشوفنا هاش تحتج مشوفنا هاش تنظم مسيرات والحال أنه هزب الدستوري مفروض ما هوش اليوم حزب مضطهد ما عندوش قيادات في السجن ومع ذلك يتحرك ويتحرك بتبقية الحال بدافع وطني هنا نطرع السؤال هل أنه صحيح ما يتقال أنه الأحزاب الأخرى أحزاب ويفدع الحياة السياسية والحزب الدستوري سليل العائلة الدستورية هو الحزب اللي ربما الأكثر استحقاق لمعنى الوطنية صراحة هنا كيشو في البلاد في المفترق وأحزاب أخرى مختفية كانت في السلطة وتتدثر بالدثار الثورية وتدعي أنها نظر ضد بن علي أما أكثر كان نظام ديكتاتورية وقت بن علي ولا وقت قاية صعيد وقت بعت الحال وقت بن علي لكن اليوم ناس هذوم يقولوا نظر ضد بن علي واليوم يولازمون الصمت ويختبئون تلقى حزب كيما الدستوري الحر قاعد موجود وقاعد في حالة هجوم وليس في حالة دفاع لأن الأحزاب وبقاياها في حالة دفاع وتبرير هذا حزب يستجمع كل قوة يمسك الثور من قرنية ويهاجم قاعد صعيد في عقر داره وبسلاحه أي بمنظومة وترسانة قانونية كاملة موجز ما دي ساعة لك وتكرج عن استقبل ضيفنا حتم العش